المباراة أثارت كثير من الجدى المباراة كانت تعول عليها الجزائر وبالماضي صح أكيد أكيد حكيم خاصة أن المباراة كانت مباراة منذ زمان يعني منذ أقل أو أكثر من شهر يعني الفريق القومبي كان عليه أو المدرب القومبي الذي أظن أنه تراخ كثيرا ولم يعقي لهذه المباراة جدية لهذا نرى أن بيان الفاف فيه قلة احترافية وقلة احترام للجزائر لأنه ربما هذا المنتخب القومبي يرى أنه ب14 اللاعب لا يستطيع أن يلعب ضد الجزائر أو بدون حارس صحيح عندك مشكلة في الحارس ولكن جزائر أعطت لك جعل حلول قلت لك إذا كان عندك حارس في الصين راح نجيبه لك في الصين إذا كان في قطر نجيبه لك في قطر إذا كان في الإمارات نجيبه لك ما يشي مشكلة قل لنا فقط لماذا لا تريد أن تلعب هو أراد أن يتفادى لا هذه معلمات رسمية لحكي لما أتكلم لك لما ما يكونش عندي المعلومة لا أقول شيء قولي ما نحشبش نقول لك ما على باليش أنا هكذا تعلمت و هكذا كبرت الله غالب كيف أنا عنديش معلومة ما نمدهاش تفاوضوا تفاوضوا معهم قالوا يا ودي كيفاش نديروا قال الله خلق راسه على الأقل حكيم شوف انتك مدرب وطني صحيح أنك تمثل منتخب قومبيا ولكن أنت لا تمثل الفيدرالية القومبيا ريكورت القدمة التي هي من كان عليها إصدار بيان قبل المدرب البارح في الليل حكيم أول من أصدره قائمة 14 لعب هذا 14 لعب لم يمتحقوا سوف يستحيل علينا أن نلعف ضد الجزائر تحدث على مدرب قومبيا كان فيها بالنسبة لما تحدث عنه المدرب وأيضا حتى الاتحادية القومبيا مع الزملاء طبعا أنا تحدث يعطيوني طبعا للبيان شكرا للزملاء هذا الصالح حكيمة هذاك البيان الأول تعلق المدرب في الفيسبوك تاعه هنا يا أخي سقيت لك حكيم قلت لي مومن هل شوف قلت انتظر سوف أتكلم معه الناخب طومستي تكلمت معه حاورت وقال لي يا أخي أنا أنتظر في حل لأني لا أريد أن ألعب هذه المباراة بنقص كبير في التعداد وبدون حارس مومن ولكن كان منطقي قلت لك نفتقد الكثير من الله بالأساسيين وقلت لك بعضهم موجود هنا ولكن خير متاح للتدريب والبعض الآخر معهم مش موجودين مع ليش منطقي أنت ترى هذا الشيء منطقي ولكن لماذا الجزائر سارعت في إيجاد حلول للاستنجاز بمجادر بعد غياب مصطفى الزغبة ورئيس برحي تبين لنا أنهما لن يلتحقا في الوقت يعني في الوقت الكافي جبنا حارس أنت قلنا لك نحن نجيبه لك حارس أعطينا وره ماذا تريد أن تقول أنا حبيت نعرف أنت من خلال هذا الشيء هذا الرجل الشيء مفتعل حبيت تقول لي هذا الرجل يثير الشكوك أنا لا أستطيع أن أتهمه ولكن كل هذه المبررات تثير الشكوك أنه يريد ربما عرقلت نفسه أول شيء لأنه سوف يلعب ضد تونس كان قادر يربح الكثير لما يلعب ضد الجزائر ولكن ربما تخوف أن يخسر بنتيجة ثقيلة لماذا؟ الفريق الجزائري هو يحضر في كاس إفريقيا يروح بنتيجة ثقيلة بس يبدأ كاس إفريقيا ما راح يتعلم وله فيها المبررات قل لك ربما لا يكون منطقيا لأنه المدرب من البداية عارف أنه راح يواجه منتخب جزائري بطل إفريقيا بكامل التعداد بكامل تعداده يا حكيم يا حبيبي إذا المشكلة في قلة التعداد أنا آتي بكامل تعداده فرض التعداد على الجزائر لهابا وإيابا لم ينهزم أمام الجزائر في التصفيات كاس إفريقيا 2019 في بنجول واحد وفي بليدة واحد وحد إذن اليوم هذا المدرب كان يمنى النفس أن يفوز على الجزائر وأنا حاورته قال لي أريد أن أكون أول مدرب يفوز على الجزائر في مباراة ودية أريد أن أوقف سلسلة النتائج بدون هزمة ولكن الشيء الذي يثير شكوك كذلك لما الفيدرالية الجزائرية أعطاتك قاعد حلول حكيم لماذا ترفض حتى أن تفاوض بالإيجاب أنا لما تكلمت معها مرة تانية قال لي لو المدرب والحارس سيبرى من الغدواء يبرى إنه قدر نلعب هذا ليس خير ولكن فيه بعض الهروب من المسؤولية أنت على بالك بلي المباراة تلعب يوم واحد جنفي منذ شهر كنت عليك أن كان عليك أن تحذر فريق أو تحذر لعبين كما يقولوا أخويا مورد أبلون بي أقدروا لأنا لا أحذر لأنتظر لألتنى